مرحبا إنه لشرف كبير لي بأن أشارك هذه المنصة مع هذه المجموعة المرموقة دكتور المنصف والجميع شكرا جزيلا لكم هذه كلمة الدكتور أيمن نور للمؤتمر الصحفي بواشنطن في السابع من ديسمبر 2021 أود أن أشكر باسمي شخصيا وبالنيابة عن حزب غد الثورة الليبرالي واتحاد القوى الوطنية المصرية أود أن أشكر المجلس العربي لديمقراطية على قبوله اعتبار الاتحاد شريكا رئيسا في أعمال مؤتمر الديمقراطية أولا في العالم العربي الذي عقد بحضور مئات من الرموز والكيانات الديمقراطية العربية من حول العالم في الثالث من شهر ديسمبر الجاري 2021 ممثلين لشعوب أكثر من 16 دولة عربية وأشكر السيدة الفاضلة الدكتورة سامية هاريس التي حملت رسالتي هذه إليكم بوصفها قيادية في الحزب وفي اتحاد القوى الوطنية وفاعلة وناشطة مصرية أمريكية في مجال حقوق الإنسان والحريات ودعم الديمقراطية احتراما للوقت سأركز في رسالتي على خمسة أسئلة تتصل بالحالة المصرية أقدمها من خلال هذا المؤتمر الصحفي لقمة الديمقراطية التي ستبدأ أعمالها بعد ساعات من الآن بحضور 109 دولة غير عربية ودولة عربية واحدة هي العراق السؤال الأول وموجه للداعين لهذه القمة في 19 ديسمبر إذا كان استبعاد أنظمة عربية تستبد بشعوبها من حضور هذا المؤتمر أمرا منطقيا فكيف يغيب صوت الشعوب في هذه المنطقة عن القمة؟ فهذه الشعوب هي المعنية أكثر من غيرها بقضية الديمقراطية وهي التي تدفع دون غيرها أثمانا باهظة في مسيرة نضالها من أجل الديمقراطية فلا إصلاحة بغير إصلاحيين ولا ديمقراطية بغير ديمقراطيين فمتى سيبدأ حوار جاد ومتحضر مع القوى الإصلاحية للوصول لفهم مشترك لسبل الوصول للديمقراطية هذا السؤال للسيد بايدن والذين دعوا إلى هذا المؤتمر السؤال الثاني هل بلغ لأسماء قادة الدول المدعوة لقمة 19 ديسمبر أنباء الوثائق الفرنسية المسربة والتي نشرت قبل عدة أيام عن التعاون الفرنسي المصري بدعوى مكافحة الإرهاب وانحرافه عن أهدافه المعلنة ليقتل خلال أربع سنوات آلاف المصريين المدنيين العزل في غربي مصر ولسوء الحظ قتلوا بطائرات وأسلحة فرنسية وأمريكية الصنع متى سنفهم أن أمننا المشترك لن يتحقق بالاستثمار في بيع الأسلحة بل سيتحقق فقط بالاستثمار في إنسانيتنا المشتركة فهذا هو السبيل المستقيم الوحيد لتفادي حقن بلادنا بأسباب الكراهية والعنف والإرهاب السؤال الثالث إلى متى تستمر سياسة الشكات على بياض ومبادلة المصالح بالمبادئ وشراء الصمت والوقت بمزاعم الاستقرار الزائف والأدوار الإقليمية والإصلاحات الوهمية والإستراتيجيات الحقوقية التي تعمل بطريقة الأبواب الدوارة حيث التقدم دائما صفر على أرض الواقع ولن يؤدي إلى شيء السؤال الرابع ماذا تنتظر قيمة الديمقراطية المنعاقدة في التاسع والعاشر من ديسمبر من أربعمائة مليون عربي أربعمائة مليون عربي تم تجاهلهم إذا خلى بيان القمة وكلمات قادتها من كلمات واضحة تدين ما يتعرضون له من إنقلابات عسكرية ودستورية وحروب عصابات وقتل وإعدام وعتقال مئات الآلاف من الأبرياء أليس من حق هؤلاء الضحايا في قبورهم أو في سجونهم أن يسمعوا صدى لصرخاتهم في قمة ترفع شعار الديمقراطية؟ السؤال الخامس عندما كنت معتقلا لخمس سنوات بعد منافستي للرئيس المبارك وحلولي ثانيا بعده في هذه الانتخابات عام 2005 ذكر اسمي وتحدث عني الرئيس الأمريكي بوش الأبن في كلمته في قمة ديمقراطية في براغ عام 2007 فهل سيسمع رئيس تحرير الأهرام عبد الناصر سلامة أحدا يذكر اسمه في القمة وهو معتقل الآن بسبب مقال رأي قد كتبه؟ هل سيسمع الشاب أحمد بدوي اسمه وهو المعتقل بسبب لافتة حملها رفض فيها تمديد الرئاسة للسيسي؟ هل سيسمع اسمه في هذه القمة؟ هل سيسمع الدكتور محمد محي الدين وكيل حزبنا وآلاف المعتقلين؟ هل سيسمعون اسم أي منهم من قادة الأحزاب والنواب البرلمانيين أو الرئيس بايدن في هذه القمة؟ وختاما أود أن أهدي قصة موحية للداعي لهذه القمة الرئيس بايدن بمناسبة انقضاء عامه الأول في الرئاسة هذه القصة عمرها مئة وسنتان عندما خرجت أول ثورة في تاريخ مصر الحديث عام 1919 هتفت فيها حناجر المصريين باسمين فقط الأول زعيم الثورة سعد زغلول والثاني هو اسم الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون تقديرا لما تعهد به من مبادئ أمام الكونغرس في خطابه في يناير 1918 وهو ما عرف لاحقا بالمبادئ الأربعة عشر والتي ركز فيها على أهمية الحرية للشعوب وحق تقرير المصير ولكن وبعد شهور قليلة من هتاف المصريين بحياة ويلسون خرج المصريون ليهتفوا ضدهم بعد أن وافق على الحماية البريطانية على مصر ولم يسمع الرئيس ويلسون صوت زعماء الأمة المصرية استجابة لنصيحة الدبلوماسي الأمريكي الشاب آنذاك ألن دالس الذي أصبح لاحقا رئيس السي آي اي والذي استند في رأيه على مذكرة لوزير الخارجية البريطاني أنذاك آرثر بيلفور طبعا نحن جميعنا نعرف بيلفور قال فيها بيلفور أو وصف فيها زعماء الأمة المصرية أنهم مجرد أفراد من ذوي النزعة الوطنية الحادة وهم غالبا عملاء لتركيا والبلاشفة انتهت القصة الواقعية لكن لم تنتهي بعد صدمة الشعوب التي تصدق الوعود وتتبدد كالسراب هذه الكلمة وقعها الدكتور أيمن نور المرشح الرئاسي السابق في مصر ورئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية ورئيس حزب غد الثورة وقدمتها دكتور ساميا هارس وإذا كان لديكم أي أسئلة تواصلوا معي على ساميا هارس دوت كوم شكرا جزيلا لكم